بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان الدرس الثامن والخمسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في بداية حلقتنا نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح حياكم الله مبارك فيه المؤلف ذكر في الحلقة السالفة ذكر رحمه الله من يخفف الصلاة خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال صار ذلك مذاهب لبعض الفقهاء يعني تخفيف الركوع والسجود والاعتدال قال وكان الخوارج أيضا قد تعمقوا وتنطعوا كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن تخفيف الصلاة يشمل تخفيف جميع الصلاة ويشمل تخفيف بعضها وهذا يأتي على أيدي أناس جهال بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو ناس غلات إما جهال وإما غلات على قسمين فالجهال هم الذين لا يتعلمون صفة الصلاة التي كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك كانوا يغلطون في صفة الصلاة من تطويل أو تخفيف مخل تطويل ممل أو تخفيف مخل بسبب جهلهم وليتهم يعرفون أنهم جهال لكن المشكلة أنهم يدعون أنهم علماء ولذلك تجدهم لا يقبلون النصيحة ولا يسألون أهل العلم وإنما يعتمدون على آرائهم وأفكارهم أو يقتدي بعضهم ببعض من غير علم ومن غير ذليل واجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل لأنهم مسؤولون أمام الله الإمام الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث أنهم يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم فعلى الإمام أن يتقي الله عز وجل وأن يحسن صلاته باعتدال من غير تطويل ممل ولا تخفيف مخل الصنف الثاني أهل التشدد والتنطع وهم الخوارج ولهذا قال صلى الله عليه وسلم تحقيرون صلاتكم إلى صلاتهم فإنهم كانوا يطيلون الصلاة ولذلك صارت وجوههم كأثفان الإبل من طول الركوع ومن طول السجود وتقرحت ركبهم من التشدد والتنطع في الصلاة الدين ولله الحمد دين الاعتدال وكانوا يسهرون الليل الدين دين الاعتدال لا إفراط ولا تفريط لا تسهر الليل ولا تنام الليل ولكن نم وقم نم أول الليل وقم آخره وصلي ما تيسر لك فلا تنام الليل كله ولا تقوم الليل كله وإنما تنام وتقوم كما قال صلى الله عليه وسلم أما أنا فأصلي وأنام هذا هو الاعتدال هذه هي السنة لكن الخوارج يشتشددهم زادوا في صفة الصلاة فريضة أو نافلة حتى أثر ذلك في أجسامهم من ما يقاسون من التعب وهذا غير مشروع في دين الله عز وجل وآل بهم هذا إلى أن خرجوا من الدين ومرقوا من الدين وحث النبي صلى الله عليه وسلم على قتلهم لألا يفسدوا على المسلمين دينهم نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله ولهذا لما صلى علي رضي الله عنه بالبصرة قال عمران لقد أذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت نعم علي رضي الله عنه رضي الله الخليفة الراشد رابع الخلفاء الراشدين صلى مثل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون مثل صلاة نبيهم لأن الله جل وعلا قال للمسلمين عموما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فكانوا يعملون بذلك ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو القدوة فما فعل فعلناه وما ترك تركناه وما أمر به أخذناه وما نهانا عنه اجتعنا انتهينا عنه هذا هو الواجب على على المسلم هذا علي رضي الله عنه يمثل ذلك في أنه صلى بهم مثل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في أرض بعيدة عن المدينة بل في أرض الغلو وأرض الخوارج ولكنه رضي الله عنه طبق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فذكرهم صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون بهذا أحيى سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الإسلام يعني أحيى سنة من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها وهكذا ينبغي للعلمة وطلبة العلم أن يحيي السنة التي أميتت وأن ينشروها في الناس ومن أجل أن يعرفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال رحمه الله وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم معتدلة كان يخفف القيام والقعود ويطيل الركوع والسجود نعم كانت صلاة صلى الله عليه وسلم معتدلة وكان أميل إلى تطويل الركوع والسجود ويخفف القيام لأن الركوع والسجود هما أعظم أركان الصلاة وفيهما الدعاء والتسبيح وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فكان يطيل الركوع والسجود نسبيا لا إطالة تشق وإنما نسبيا بالنسبة للقيام فكان ركوعه وسجوده تارة يكون نحوا من قيامه وتارة يكون ركوعه وسجوده أطول من قيامه لمال الركوع السجود من مزية على بقية أركان الصلاة نعم قال وقد جاء هذا مفسرا عن أنس بن مالك نفسه فروى النسائي عن قتيبة عن العطاف بن خالد عن زيد بن أسلم قال دخلنا على أنس بن مالك فقال صليتم قلنا نعم قال يا جارية هلمي لي وضوءا ما صليت وراء إمام أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا قال زيد وكان عمر بن عبد العزيز يتم الركوع والسجود ويخفف القيامة والقعود تكاثرت الشهادات لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في أنه يصلي مثل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم قد شهد له الصحابة بذلك رضي الله عنه وأرضاه وهذه مزية عظيمة ينبغي للمسلم أن يقتدي بالمجددين الذين يحيون السنن ويميتون البدع مثل عمر بن عبد العزيز رحمه الله فكان يصلي مثل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت صلاته معتدلة متناسبة لا يطيل بعضها ويخفف بعضها ولا يخففها كلها تخفيفا يخل وإنما كانت صلاة متناسبة نعم قال وهذا حديث صحيح فإن العطاف بن خالد المخزومي قال فيه يحيى بن معين غير مرة هو ثقة وقال أحمد بن حنبل هو من أهل مكة ثقة صحيح الحديث روي عنه نحو مئة حديث وقال ابن عدي يروي قريبا من مئة حديث ولم أرى بحديثه بأسا إذا حدث عنه ثقة وروا أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان حدثني أبي عن وهب بن مانوس سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت أنس بن مالك يقول ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتاة يعني عمر بن عبد العزيز قال فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات وفي سجوده عشر تسبيحات نعم كما ذكرنا تكاثرة الشهادات من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لعمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه رحمه الله في أنه يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في إمامته الناس في الصلاة فكان يصلي بهم صلاة معتدلة وقد حزروا له يعني قدروا قدروا أنه يسبح في الركوع والسجود عشر مرات والعلماء يقولون في التسبيح في الركوع والسجود لأن التسبيح في الركوع والسجود واجب من واجبات الصلاة فيقول في الركوع سبحان ربي العظيم ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى فقد ذكر العلماء أن المجزي تسبيحة واحدة لا بد منها وأدنى الكمال ثلاث تسبيحات وأعلى الكمال عشر تسبيحات نعم وقال يحيى بن معين إبراهيم بن عمر ابن كيسان يماني ينثقه وقال هشام بن يوسف أخبرني إبراهيم بن عمر وكان من أحسن الناس صلاة وابنه عبد الله قال فيه أبو حاتم صالح الحديث وهو ابن مانوس بن نون يقوله عبد الله هذا وكان عبد الرزاق يقوله بالباء المنقوطة بواحدة من أسفل وهو شيخ كبير قديم قد أخذ عنه إبراهيم هذا واتبع ما حدثه ما حدثه به ولو لثقته عنده لما عمل بما حدثه به وحديثه موافق لرواية زيد بن أسلم وما أعلم فيه قد حاء وروى مسلم في صحيحه هذا ثناء من المؤلف الشيخ رحمه الله على سند هذا الحديث وأنه يكون مقبولا أن هذا الحديث يكون مقبولا يشرع العمل به قال وروى مسلم في صحيحه من حديث حمد بن سلمة أخبرنا ثابت عن أنس قال ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة وكانت صلاة أبي بكر رضي الله عنه متقاربة فلما كان عمر رضي الله عنه مد في صلاة الفجر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم نعم وهذه حديث صحيحة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها معتدلة في قيامها وركوعها وسجودها والاعتدال من الركوع والاعتدال من السجود فكان صلى الله عليه وسلم يعتدل من الركوع ويقوم قائما ويطيل ذلك حتى يقال إنه قد أوهم أي نسي وكذلك بين السجدتين كان يجلس فيها ويطيل الجلسة وفي هذا رد على من يخل بهذا الركن نعم وهو الاعتدال من الركوع والسجود أن بعضهم لا يعتدل بل يسجد بعد ما يرفع على طول نعم ويسجد بعد ما يرفع من الركوع الأول على طول يعني مباشرة مباشرة يعني ولا يجلس بين السجدتين ولا يعتدل من الركوع ويقف وهذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإهدار لجزئية من الصلاة وركن من أركان الصلاة فيجب الانتباه لذلك وكل هذا يدل على حرص أهل السنة وأهل العلم على الاقتداء بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو القدوة وليس القدوة بفلان أو علان نعم قوله شيخ عمر رضي الله عنه مد في صلاة الفجر يعني يطيل القراءة يطيل القراءة في صلاة الفجر وهذا له أصل نعم لأن الله جل وعلا يقول وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا والمراد بقرآن الفجر صلاة الفجر سميت قرآنا لأنها تطول فيها القراءة فعمر أخذ بهذا رضي الله عنه وربما يكون القصد أن عمر كان يخشع في صلاته وقراءته ولا يسرع فيها فيكون هذا هو القصد في إطالة القيام نظرا لأنه لا لأنه يخشع في صلاته ويبكي نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله ورواه أبو داود من حديث حمات ابن سلمة أنبأنا ثابت وحميد عنانس ابن مالك قال ما صليت خلف رجل أو جز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام وكان رسول الله وقاله أوجز هذا بالنسبة لصلاة المخالفين نعم ليس معناه التخفيف المخل وإنما المراد أوجز هذا بالنسبة لصلاة الذين يطيلون الصلاة مخالفين للسنة نعم ولذلك قال فيه تمام أوجز فقط بل فيه تمام نعم قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم ثم يكبر ثم يسجد وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم كما سبق بالصلاة ويقول نحن نوجز نعم كما أوجز النبي صلى الله عليه وسلم لأن أنس رضي الله عنه قيد هذا قال فيه تمام نعم إجاز مع تمام لا إجاز مع إخلال ومن ذلك أنه كان يعتدل ويطيل الاعتدال من الركوع واقفا حتى يقال إنه قد أوهم ويطيل الجلسة بين السجدتين حتى يقال إنه قد أوهم ليس المراد بالإيجاز أنه كان يحذف الصلاة حذفا ويتخلص منها وإنما المراد بالإيجاز مع الإتمام نعم قال فيشبه والله أعلم أن يكون الإيجاز عادة إلى القيام والإتمام إلى الركوع والسجود لأن القيام لا يكاد يفعل إلا تأمن فلا يحتاج إلى الوصف بالإتمام بخلاف الركوع والسجود والاعتدالين هذا تفسير للإيجاز والإتمام كأن الشيخ رحمه الله يحمل الإيجاز على إيجاز القيام ردا على الذين يطيلون القيام والإتمام يحمله على إتمام الاعتدالين من الركوع والسجود لأنه يكثر من يخل بهما نعم قال وأيضا فإنه بإيجاز القيام وإيطالة الركوع والسجود تصير الصلاة تامة لاعتدالها وتقاربها فيصدق قوله ما رأيت أوجز ولا أتم نعم فأما إن أعيد الإيجاز إلى نفس ما أتم والإتمام إلى نفس ما أوجز يصير في الكلام تناقضا لأن من طول القيام على قيامه لم يكن دونه في إتمام القيام إلا أن يقال الزيادة في الصورة تصير نقصا في المعنى وهذا خلاف ظاهر اللفظ فإن الأصل أن يكون معنى الإيجاز والتخفيف غير معنى الإتمام والإكمال ولأن زيد بن أسلم قال كان عمر يخفف القيام والقعود ويتم الركوع والسجود فعلم أن لفظ الإتمام عندهم هو إتمام الفعل الظاهر نعم المراد بالإتمام والإيجاز المراد بالإيجاز الإيجاز في الصلاة كلها بقيامها وركوعها وسجودها بأن لا يطيلها إطالة تخرج عن المشروع نعم فيعود الإيجاز إلى صفة الصلاة كلها على هذا التفسير نعم والإتمام يكون أيضا في صفة الصلاة كلها فهو يجز الصلاة كلها مع إتمامها كلها أو كما قال الشيخ أن الإيجاز يكون في بعضها وهو القيام والإتمام يكون في الركوع والسجود والاعتدال من الركوع والاعتدال من السجود لأن بعض الناس يفرط في ذلك وعلى كل حال فإن الإتمام لا يكون بدون بدون إيجاز والإيجاز لا يكون بدون إتمام لا يأخذ أحد الطرفين ويترك الطرف الآخر كما فعلت الخوارج إنهم أخذوا بالإتمام وزادوا وطولوا وتركوا الإيجاز والكسالة والأهل الجهل أخذوا بالطرف الثاني أخذوا بالإيجاز وتركوا الإتمام نعم قالوا أحاديث أنس كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركوع والسجود والاعتدالين زيادة على ما يفعله أكثر الأئمة أئمة المساجد وسائره نعم أكثر أئمة المساجد ما لا يقصد بالأئمة أئمة الفقهاء والمحدثين وإنما يقصد أئمة المساجد نعم وسائروا روايات الصحيح تدل على ذلك نعم تدل على أنه إيجاز مع إتمام قال ففي الصحيحين عن حمد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك قال إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يصلي بنا قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصبح قائما حتى يقول القائل قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي هذا هو الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكان أنس ينفذه اقتدام بالرسول صلى الله عليه وسلم ما أراكم تصنعونه هذا رد على أهل زمانه على أهل زمانه الذين يخالفون صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم فإما أن يطيلوا ويشقوا على المأمومين وإما أن يخففوا ويخلوا بالصلاة والمطلوب الجمع بين الصفتين نعم قاله في رواية في الصحيح وإذا رفع رأسه بين السجدتين يعني يطيل حتى يمكث حتى يقال قد نسي نعم نصه على الاعتدالين اعتدال من الركوع الاعتدال من السجود وإطالة ذلك حتى يظن أنه نسي لأن هذا يكثر التفريط فيه يكثر من لا يعتدل من الركوع بل إذا رفع سجد مباشرة وإذا رفع رأسه من السجدة الأولى سجد الثانية مباشرة مع أن الاعتدال بعد الركوع مقائما هذا من أركان الصلاة من أركان الصلاة والاعتدال من السجدة والجلوس بين السجدتين هذا من أركان الصلاة أيضا فمن أوجزه وخففه فإنه يكون مضيعا ومخلا بركن من أركان الصلاة نعم قال وفي رواية البخاري من حديث شعبة عن ثابت كان أنس ينعت لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يصلي وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي فهذا يبين لك أن أنس أراد بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إطالة الركوع والسجود والرفع فيهما على ما كان الناس يفعلونه وتقصير القيام عما كان الناس يفعلونه نعم يرد بذلك على المخالفين الذين يخالفون في القيام فيطيلونه بينما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجيزه ويخففون ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتريث فيه وهو الاعتدال من الركوع والاعتدال من السجود فكانوا مخالفين للرسول صلى الله عليه وسلم في الصفتين في تطويل القيام وفي تقصير وفي تقصير الاعتدالين والمطلوب من المسلم أن يعتدل في صلاته فيجعل لها متناسبة في الاعتدال وروا مسلم في صحيحه من حديث جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة فبيّن أن التخفيف الذي كان يفعله هو تخفيف القراءة وإن كان ذلك يقتضي ركوعا وسجودا يناسب القراءة نعم هو تكرار لتقرير الأصل وهو أن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم متناسبة كانت إيجازا مع إتمام في كل الصلاة لا في بعضها وكان ربما يخفف لأمور عارضة خفف الصلاة لأمور عارضة إذا سمع بكاء الصبي هذا أمر عارض وكان يخفف رحمة بأمه وإشفاقا على الطفل نعم قال ولهذا قال كانت صلاته متقاربة أن يقرب بعضها من بعض نعم قال وصدق أنس رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بنحو الستين إلى المئة يقرأ في الركعتين بطوال المفصل بألف لام ميم تنزيل وهل أتى وبالصفات وبقاف وربما قرأ أحيانا بما هو أطول من ذلك وأحيانا بما هو أخف فأما عمر رضي الله عنه نعم نعم فكان يقرأ في الفجر بيونس وهود ويوسف ولعله علم أن الناس خلفه يؤثرون ذلك نعم هو المفصل القرآن أحزاب حزبه الصحابة أحزابا في صلاتهم بالليل وقراءتهم اليومية حزبوه إلى أحزاب ومنها حزب المفصل وهو حزب واحد وهو آخر القرآن ابتداء من سورة قاف إلى آخر القرآن هذا حزب واحد سمي بالمفصل لكثرة الفواصل بين آياته بين آياته وقيل المفصل أي أنه لم ينسخ شيء منه لم يدخله النسخ كما في بقية القرآن والمفصل يبدأ من سورة قاف وله أطول وله متوسط وله قصير فأطول سور المفصل من قاف إلى سورة عمى والأوساط من عمى إلى الضحى والأقصر من الضحى إلى آخر السور إلى الناس هذا هو المفصل كانوا يقرؤون في كانوا يقرؤون في الفجر من طوال المفصل يعني من قاف إلى عمى وكانوا في المغرب والعشى والعصر والظهر يقرؤون من متوسط السور في المفصل من عمى إلى الضحى إلى الضحى وكانوا في المغرب وكانوا في المغرب يقرؤون من قصار المفصل من الضحى إلى الناس هذه القراءة التي كانوا يقرؤونها في الصلاة ومع الأسف كثير من العمى الآن صاروا لا يقرؤون في المفصل لا في الفجر ولا في غيره بل يقرؤون من السور الطوال وربما يخلون بالقراءة ولا يحسنونها ولا يضبطونها وهذا خلاف السنة نعم يجوز أنه يقرأ من غير المفصل ويقرأ من السور الطوال أحيانا أما أنه يهجر المفصل ولا يقرأ منه أبدا هذا خلاف السنة وهذا يشق على الناس المفصل آياته خفيفة ولا يشق على الناس بخلاف بقية السور الطويلة فهي تشق على الناس والآيات طويلة في غير المفصل خذ مثلا آية الدين صفحة كاملة فيجب على الأئمة أن يراعوا هذا فهذا هو الغالب أنهم في الفجر يقرؤون من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي البواقي من أوساطه هذا هو الاعتدال في الصلاة والذي لا يشق على الناس وكانوا يقرؤون أحيانا في غير المفصل قرأ صلى الله عليه وسلم في المغرب في الأعراف وقرأ بالمرسلات قرأ بالطور خبت عنه صلى الله عليه وسلم ذلك لكنه بعض الأحيان يكون ذلك في بعض الأحيان وما وما فعله عمر من أنه كان يطيلر القيام كما سبق وكما ذكر هنا عرج إليه المؤلف لأنه لا يترك شيئا لا يعلق عليه لماذا طول عمر مع أن الرسول كان يوجز وكان أبو بكر وعمر كان أبو بكر يوجز لماذا عمر أطال قال لأن المأمومين يؤثرون ذلك فإذا كان المأمومون لا يمانعون في التطويل أو يطلبونه أو يستريحون له فالإمام يطول لأن ذلك لا يشق عليهم وهذا برابتهم أما إذا كان المأمومون لا يؤثرون ذلك فلا يحرجهم نعم أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم يشرحه فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم وهذه تحية مهندس الصوت يحيى عبد الله إبراهيم حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته